تحتاج الانتخابات المحلية المقبلة إلى زخم جماهيري لإنجاحها ويحتاج الزخم إلى مشاركة سياسية واسعة وتجنب المقاطعة وتبدو مشاركة التيار الصدري وقوائم المستقلين والناشطين والقوائم الإصلاحية المنبثقة من رحم العملية السياسية مهمة لتحقيق هذه المعادلة معادلة النجاح ومن المؤمل أن تنطلق رسميا رحلة قطاع الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى بالبدء بتسجيل الكيانات المشاركة وهي المرحلة الأولى التي سترسم مستقبلا ملامح المنافسة ويتوقع أن تأتي بإضافات جديدة على قواعد الاختيار ومناطق التكثيف الدعائي وربما البرامج وبقدر استفادتها من ضعف المشاركة فإن الأحزاب والكتل الكبيرة المستفيدة من نظام احتساب الأصوات سانت ليغو المعدل 1.7 ليس من مصلحتها ضعف الإقبال خاصة وأن المجالس تجد اعتراضا في أصل وجودها مثلته التظاهرات التشرينية وغيرها فالمشاركة الأوسع تمنحها الشرعية وقد تدرأ عنها شبح لرفض الشعبي مرة أخرى مرحلة تسجيل الكيانات ستشهد تنافسا على المرشحين الأقوى ولا شك وسط التكهنات بأن تكون المسميات الحزبية والكتلوية عنوانا آخر في تحديد توجهات الناخبين غير المشايعين والمحايدين وهؤلاء من يوصي به المرشحون المستقلون بالتوجه إليهم من خلال كتل موحدة وغير متشرذمة نسبة المشاركة في آخر انتخابات محلية جرت في عام 2013 والتي بلغت 50% واعتبرت عالية حينها لا يمكن المراهنة على تكرارها في الانتخابات المقبلة نظرا لتغير ظروف عديدة والأقرب إلى التصديق فرضية انخفاضها هذا في حين يمكن الاستدلال على شيء آخر من تلك الانتخابات قد يتكرر وهو فوز القوائم المدعومة من رئيس الحكومة آنذاك نور المالكي وهنا قد يدخل رئيس الوزراء الحالي محمد شيع السوداني على خط التجربة إلى ما قرر الدخول في الانتخابات وتؤكد مصادر مقربة من مراكز صناعة القرار السياسي أن حظوظ السوداني في استقطاب الوجوه الجديدة غير المجربة من شخصيات اجتماعية وأكاديمية وناشطة هي الأقوى وذلك بعد أن انطلق السباق نحوها فعليا أما التيار الصدري فقد قرر الدخول في منافسات أربع محافظات حسب المتوفل من معلومات حتى الآن